اعزائي المشاهدين النهاردة يعني احنا في جلسة اقل ما يوصف انها جلسة علماء وجلسة شخصيات وطنية خالصة وجلسة مهمومة ببعض الثقافة المصرية التي قد ينساها البعض او يتركها النهاردة احنا في رحاب اخونا الاستاذ الدكتور عاطف رمضان عميد كلية الاثار جامعة الفيوم وانا اشعر بصغر النفس امام حجم العلم وغزارة العلم التي يتمتع بها بصراحة المشاهد الكريم النهاردة انا احسده على هذه الجلسة وعلى وجود مثل هذه الشخصيات في مصرنا الغالية اما ابي الحبيب اتس ابونا مرقص يواقيم وكيل مطرنية 6 اكتوبر والذي اعرفه من سنوات واسمع عن خدمته الواسعة واسمع عن جهاده حتى اني اراه في هذه اللحظة مجهدا من صعوبة اليوم وتعب اليوم النهاردة يوم صعب يبقى على الاباء الكهنة يوم الجمعة ولكنه اثر ان يأتي لهذه الحلقة حتى ما يقدم الجديد والجديد للمشاهد الكريم اعتقد النهاردة الجلسة وطنية خالصة مهمومين بنحاول نقول للمواطن يوم التلاتة اللي فات ده كان يوم جميل يوم وطني يوم عظيم يوم التف فيه المسلمين والمسيحين لاحتفال بهدف واحد وهو الرأس السنة الجديدة سوى الرأس السنة الهجرية او الرأس السنة القبطية يعني اسمحولي ابدا مع الدكتور عاطف وقول له يعني بنشكرك على الكتاب القيم اللي انت قدمت لنا النهاردة يعني ده كتاب من كتب كثيرة حضرتك اصدرتها يعني بنرحب بيك وبنرحب بأتسابونة مرقص في الحلقة النهاردة وأيضا فضلت الشيخ مظهر بيرحب بيكم وبنشكركم على هذه الهدية يا رموز الارقام والتقاويم على النقود في العصر الاسلامي دكتور عاطف منصور محمد رمضان كليد أديو جمعات سهل لا عميد كليد الأصدار جمعات فيهم بقى لخلاص ذا زمان قبل مروح الفيوم بنرحب بحضرتكم طبعا بمورطنوة شرفتونا ويمكن وجود حضرتكم في مناسبة بتطرح سؤال يعني كيف تأتي التقاويم أو تتقارب التقاويم أو تتفق التقاويم أحيانا زي ما حصل يوم الثلاث الماضي دكتور عاطف واحنا خلينا نبدأ بمعلومة ومهمة أو يعني كلمة التقاويم الاشتقاك بتحك كلمة التقاويم علشان المشاهد الكريم يقف على يعني المعنى المهمة أو لهذه الكلمة يقال قوم الشيء تقويما أي جعل له قيمة وقوم التاجر بضاعته أي جعل لها قيمة وسعر لما احنا نجي نقوم الوقت احنا بنجعل الوقت ايه قيمة من خلال العدد والحساب فالتقويم هو نظام عد حسابي للسنين والأيام وانحنا نجعل ليه قيمة في حياتنا لو سألت أي حد في الدنيا تقول له أنت النهاردة هتعمل ليه هيروح حاطة أجندة بتوقيتات هو بعمله أصبح الوقت ده جزء أصيل في حياة الإنسان والجزء الأصيل ده موجود في كل الديانات ويمكن عندنا في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا سواء القسم بالعصر كله الزمن كله أو فترات من الضحة والشابس والليل كل الحاجة يتبح لها بحيث أنها تعطينا قيمة المصر القديم كان أول من قام في العالم بإدراق قيمة الوقت ونقل البشرية نقلة لم تكن لتصل إليها لولا أن وصل إلى هذا الأمر يعني المصر القديم لو ما أدركش قيمة الوقت في هذه الفترة المبكرة من تاريخ الإنسانية يمكن ربما كتزلة الإنسانية لقرون عديدة في تخلف يمكن سنة أربعة تلاف وانتين ستة وتلاتين قبل الميلاد يعني لم يكن الناس في العالم شيئا نذكورا كان المصر القديم يفكر في قيمة الوقت فكان ارتباط نجم الشعر اليماني اللي ورد عندنا في قرآن وأنه رب والشعر الاحتراق الإشعاعي بتاعه مع الشمس مع فيضان النيل بدأ المصر القديم يربط هذه الظواهر الطبيعية ببعضها البعض وبدأ يضع فكرة التقويم وضع التقويم وفكة للتقويم الشمس الحركة الشمس حوالين الأرض حوالين الشمس ونية بتدور حوالين الشمس في 365 يوم وبدأ يقسم مثلا ده كان لي ارتباط مهم جدا بالزراع عنده وبالأمور الحياتية بتاعته فعلشان كده التقويم بيعالج أمور اقتصادية أمور زراعية أمور اجتماعية أمور دينية الاحتفالات الدينية اللي حنا نتكلم عنها والعيادة الدينية اللي حنا نتكلم عنها فالمصر القديم بدأ يضع هذا الأمر ويمكن العالم الأمريكي جيمس هاري بريستي جول أن أقدم تاريخ معروف للبشرية هو موضعه المصر القديم 4236 يعني قبل التاريخ ده ما تقدرش تحسب عمره للبشرية وهذا أقدم سنة معروفة 4236 قبل الميلاد اللي هو التاريخ الوضع المصر القديم إما لحنا بنحتفل السنة دي بـ 6262 للعالم لا أبدا لا هو هتضيف الـ 2018 سنة على الـ 4236 يدون الـ 6000 وشوية اللي احنا بنتكلم عنهم دول يعني هو ده التاريخ اللي لما بيضيف عليه ألفين سنة بعد الميلاد التاريخ الزامن المحسوب للعالم فكان بدايته من عندنا من هنا من مصر فالمصر يفكر بدأ يلاحظ أن الأرض بدأ تدور حولين الشمس في سنة لمدة في 12 شهر جعل الشهور أسمها إلى 30 يوم الفصول هو أعمالهم 3 فصول فصل الزرع ومن بعدين فصل الإنبات ومن بعدين فصل الحصاب ثلاث فصول سنوية بالنسبة له ده مرتبط بالزراع بالنسبة له لما عمل الـ 12 شهر لقاهم 360 يوم نقصين عن حركة الأرض حولين الشمس بخمس تيام فأرى عامل الخمس تيام اللي هم الزيادة اللي احنا بنسميه فيه السنة القبطية دلوقتي اللي هم النسيق النسيق على فكرة في اللغة العربية معناها الزيادة أوه إنما النسيق زيادة من الكفر لا النسيق القصد من هذه إنما النسيق زيادة من الكفر يضلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يقطوا عدة محرم الله ده ربنا سبحانه وتعالى قالوا في العرب في الجاهلية لأنهم أرادوا أن يبدلوا شهر المحرم بشهر صفر حتى يتيح لأنفسهم القتال فربنا سبحانه وتعالى زم هذا التبديل وليس زم للنسيق اللي موجود في السنة القبطية هنتكلم عنه لما نجي نتكلم عن السنة الهجرية حشان بس يبقى الأحداث متسلسلة تاريخيا مع المشاهد الكريم جميل أوي فعمل الخمس تيام الخمس تيام دول يعني أربط لحرك فكرة جميل أوي شوف التفاؤل المصري الأديم اللي هو الجين بقى موجود عندنا جين في المصر ده التفاؤل وروح الحلوة وروح الدم الخفيفة فجعل الخمس تيام دول الأعياد سموهم عيد الحصاد وجعلهم خمس تيام للأعياد الرئاسية في مصر في الفترة دية اللي هو كان إزيس وأزوريس وحورش وآسيت ونفتيس في حضارة المايا في المكسيك خمسمية وتمانين قبل ميلاد عمروا التقويم بدعهم وعمروا تمنتاشر شهر في عشرين بتبتمية وستين يوم برضو لقوا خمس تيام فاكملهم بالخمس تيام سموا الخمس تيام دلقوا هم عندهم الأيام الشؤم والأيام النحس فشوف بقى الفكر بقى المصري القديم اللي عنده تفاؤل المصر عمال فكاهة آه عمالهم التفاؤل والأعياد والمارح وكذا وكذا عشان بقول الحراكة اللي احنا موجودين فيه النهاردة ما هو اللاجين بينتقل من شخص لشخص تراكم حضاري وإرسى حضاري الشخصية المصرية ديت ما بيجيش ما بين يوم وليلا دا سبعة تامن تلاف سنة ضريبة في التاريخ ما بتتخلقش كده ما بتتوجدش كده اللي احنا وقفناها المواقف في سمود مصر ديت هي الدولة الوحيدة التي تحتفظ بحدودها لحد الآن على مر التاريخ وتحتفظ بمسمها لحد الآن عبر التاريخ فالمصر قديم نقل العالم في هذا الأمر لكن الشهور ما كانش لها مسميات في الهترة دي ما كانش المصرين اطلقوا عليهم وسمياته تقول لك الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث هكذا لحد الأسرة الستة وعشرين بدأوا يطلقوا على الشهور بعض مسميات للأله الشهر الأولين يتوت وجاي من التحوت إله الحكمة والمعرفة في مصر القديمة وبابا كلها كانت أسامي جاي من الأله وتسمية لاثنشر شهر بهذه المسميات في سنة 238 قبل الميلاد بطليموس الثالث حاول أن يعدل في السنة المصرية لأن المفروض الأرض بتلف حولين شمس في 365 يوم وربع فهو حاول يضيف الربع ويعمل يعني يسموها كابسل السنين يعني في حاول يضيف الرعب لكن المصرين رفضوا هذا التعديل وفضلوا مستمرين على السنة بتاعتهم اللي هي لسه مستمرة لحد دلوقتي يوليوس كايسر الإمبراطور العظيم للروم في سنة 47 قبل الميلاد لما جيه زار مصر كانت روما بتقوم لنفسها التقويم اللي كانوا موجود في روما كان تقويم قمري بيعتمد على التقويم القمري وكان أول سنة لتأسيس روميلوس اللي هو المؤسس روما هو ده بداية السنة أول تقويم من تأسيس رومير لكن التقويم الروماني كان بيحدث فيه تلاعب كتير من المجلس الشيوخي اللي هناك ومن بعض الكهنة في روما طيب احنا عايزي نقف عن تقويم ده عشان بس ننتقل لابونا انا عايزة أقول لابونا يعني أولا كل سنة قلتسك طيب وغاز بتعيد النيروز وبعد السنة الابطية لشك ان المشاهد عايز يعرف فكرة وان كان طبعا لاني هنشوف تقرير لشك ان التقرير طرح أراء غريبة من الشباب محدش عارف يعني ايه التقويم الابطي ولا التقويم النيروز فقلتسك ادينا فكرة يعني التقويم الشهداء وتقويم النيروز وكيف بدأ في الحياة المصرية هو في البداية طبعا زي ما قال الدكتور عاطف ان التقويم هو تقويم مصري قديم من ستة الاف سنة فاته اكتر لكن التقويم القبطي بالذات ابتدى بعصر الشهداء او عيد النيروز هو العيد اصلا بيستخدم من ايام المصرين قدماء وكانوا ليهم احتفالات بيه لان اليوم دوات كان هو بداية السنة القبطية او بداية شهر توت اللي فيه بيتم اكتمال الفيضان وبالتالي كل زراعات بتسمر وبوقت خير فهم كان ده بالنسبة لهم يوم عيد فكانوا بيحتفلوا بيه من ايام المصرين قدماء حتى في العصر الفاطمي كانوا بيحتفلوا بيه مسحين ومسلمين وكانوا بيعملوا احتفالات لمظاهر جميلة ومظاهر جميلة وتقدم العطايا والهدايا وحاجات جميلة كانت بتتعاملوا ويحتفلوا بهذا اليوم لكن هو تسميته عيد النيروز اصلا جات من كلمة ابطية اسمها نيروو نيروو لما جم اللي هي يعني الانهار لما جم اليونان مصري هم عندهم حرف السي دايما اساسي اساسي في حرفهم لما اضاف ليه بيت نيروو او 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 النيروز يعني اتسمى بالاسم ده في الفترة دي واليوم ده بالذات لان القرن الرابع الميلادي شهد اكبر قرن في اضطهاد على المسحيين من ولاوة ابطرة وملوك كتير اوي ومن كتر الاضطهادات والاستشهاد فبقى السنة القبطية بدأت من هذا اليوم ودي كانت سنة دين تمانية وربعين اربعة وثمانين اربعة وثمانين ميلادي ففي السنة دي بدأت اول سنة قبطية اول سنة في عيدي نروز والسنة القبطية كانت اول سنة ليها بعد اربعة وثمانين سنة من السنة الميلادي ومازالت حتى الان واستمر التقويم بالقبطي كتقويم مصري قديم بالزبط كده ده ففي قصة شهيرة اللي هي قصة أن الإمبراطور ديقليديانوس لما تولى الحكم كان سنة 284 ميلادية وكان مسرف جدا في زبح المسيحيين وحتى أنه تقريبا يقال أن في عهده استشهد تقريبا مليون مسيحي وقال إخواني وقال إخواني وقال إخواني وقال إخواني وقال إخواني بيني وبيني القناة اسم مشكلة يعني على هي عصر الاستشهاد يمكن هو ابتدى من القرن الأول الميلادي حتى التلميذ والرسل كلهم تقريبا سوشهدوا بس العصر بتاع ديقليديانوس ده كحلقة من حلقات الاستشهاد اللي مرت عليها الكنيسة ومرت على مصر كانت أصعب الحلقات أو أصعب الفترات اللي على الكنيسة فلذلك اتخذ يعني اليوم أو السنة اللي هو تولى فيها الحكم بداية للتقويم القبطي القديم اللي أصلا كان قديم فرعوني قديم يعني بالضبط كده طبعا معنا تقرير نسأذنكم سألنا الناس إخواننا في الشارع بعض الأسئلة المتعلقة بالتقويم سواء اللي لأس السنة الهجرية أو القبطية أو خلافه هنشوف إجابتهم كانت إيه علشان ربما هذه الإجابات تفتح لنا أفقا جديدة في الحوار مع حضراتكم إن شاء الله تعالوا نشوف إخواننا في الشارع قالوا إيه وجابوا يعني نجاوبوا عن الأسئلة التي رحمها عليهم إزاي ونرجع لكم تاني ما تعرفين عن رأس السنة الإبطية؟ الإبطية؟ برضو لا والله ما معرفش أهان ما أقولش بألي منها رأس السنة بتاعتنا عادية لا القديمة إيه هيكون فيها إيه جديد يعني على إن إحنا بنعمله والنس كلها بتعمله رأس السنة الإبطية القديمة أعرفش بسابعة ما عرفش لو أعرف أقول هي اللي بتاعتها المصرية القديمة رأس السنة الإبطية لا ما نديش فكرة السنة الإبطية بتاعت المصر بتاعت المساعين ما معروفة بتاعت المساعين اللي هو أفصول السنة اللي هي الأشهر الزراعية الأشهر الزراعية اللي هو بينسيبه ليه الفيضان والكلام ده الفيضانات والتبع المصرين الكدماء يعني كانوا بيعرفوا منه إمتهيج الفيضان والجفاف والكلام ده وبناء نعليبي كانوا بيعملوا الزراعات بتاعتهم رأس السنة الإبطية أنا أعتقد اللي هي 31-12 مرتبطة بيها ولا دي حاجة ترين غالبا مرتبطة بعيد معادة ستادي المسيح ولا درسناش في الكتب حت لا أنا عرف السنة الميلادية والسنة الهجرية أه عرفش عن السنة الإبطية؟ لا السنة الإبطية احنا مش ماشيين بيها مش ماشيين بالتقوم من الإبطي ما فيش رأس السنة مفرعونية دي إسلامية أصلا رأس السنة الرجال دي إسلامية بالجيش اللي في الوقت عادة لأيام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بيش حاجة اسمها رأس السنة فرعونية أو إبطية زي بالزبط لما يكون في مناسبة إبطية نفعش أن نقول عليها إسلامية أو إبطية دي دي ديانة ودي ديانة تعرف يعني السنة الهجرية؟ نعم أعرف هجرة الرسول على السلام بس رأس السنة الهجرية دي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة أعرف هجرة كثير كثير هجرة سنة الهجرية هجرة فيها سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نتعلم أن الزفيد منها إيه حب الوطن والطاعة والالتزام من الهجرية دي اللي هي جفة النبل صح؟ السنة الهجرية دي أبع أيام الرسول على السلام السنة التانية من الهجرة ذكرى هجرة الرسول من مكة للمدينة دي السنة بتاعت الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام هجر من مكة للمدينة ده مورد الرسول ده صلى الله عليه الصلاة والسلام هجرة الرسول ده عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة السنة الهجرية والإسراء والمعراض هو طبعا يعني زي ما شفتوا التقرير من الشارع طبعا يعني مش التقرير بيتكلم عن نفسه شفتوا قديه مثلا التقرير استضاف مجموعة من الشباب والشبات ومن الكبار أيضا والإجابات يعني ما عرفش اسمع رأي دكتور مظهر فيها إيه يعني مش عارف رأيك في الإجابات جاءت الإجابات بما هتشتهل أذنه يعني البعض عارف بعض الشيء يعني يعني طبعا الثقافة يعني للأسف الشديد ما كنت وأتمنى أن يكون شبابنا الثقافته ضعيفة فيما يتعلق بالتقويم سواء الهجرية أو القبطية الناس مش عارف يعني إيه سنة قبطية ومش عارفين النتيجة الصبح يا شيخ مظهر احنا مفتح النتيجة الصبح خالص يعني في بيوتنا في نتيجة يعني باهتم النهاردة إيه بس وخلاص ما بقراش التقويم الهجري أو التقويم القبطي لا أولا ما مش عارف هو يعني إيه تقويم قبط ما مش عارف الموضوع من أساسه دي مشكلة بقى يعني يسأل عنها التعليم ويسأل عنها الثقافة ويسأل أنا عندي وزارة ثقافة وعندي وزارة تعليم وعندي وزارة أوقاف وعندي كل هذه الوزارات المفروض إنها مسؤولة عن تعليم النشأ وتثقيف شبابنا الشباب مش عارفين يعني إيه سنة قبطية يعني حاجة زعلاني يعني دكتور عاطف بقى يقول رأيه في الإجابات هو يمكن الأسئلة كلاكت بتدور في إطار القهيرة ظن يعني مراحتش في الريف يعني الأول في الريف أنا رجل من الفلاحين يعني أنا من المنوفية رجل فلاحي يعني فالتقويم القبطي مرتبط بحياة الفلاح أكتر لأنه مرتبط بحركته في الزراعة علشان كده حتى خفة الدم المصرية ربطت الشهور القبطية ببعض الأمثال الشعبية المرتبطة في الزراعة عبرت أه المرتبطة في الزراعة يعني يقولك شهر توت ازرع ولا فوت شهر مثلا كياك صباحك مساك تحضر فطورك تحضر عشاك دليل على قصر النهار برمهات روح الغيط وهات دليل على ندوج السمر في فتر ديال مصر رطوبة يتخلي شهر طوبة يخلي الصبية كركوبة من كتر البرد والرطوبة مثلا أمشير دق الطبول أو الزعبيب أو العواصف والزعبيب فكل الأمثال دي كانت مرتبطة قالها الفلاح المصري بخف الدم اللي احنا بنتكلم عنها القرس اللي موجود عندنا ده عشان يربطها مع الحصات بتاعه وحركته في قلب الأرض لأنه تقيم القبط تتعامل أصلا عشان حرك تقيم المصر القديم لما عمله مصر قديم عمله عشان حركة الزراعة بالنسبة له لأنه كانت الزراعة بالنسبة لمصر القديم هي العمل الأساسي في مكون للحضارة يعني فعلشان كده اتواجدت هذه الأمثال فلو انت سألت في الفلاحين كنت هتلاقي إجابات مختلفة عن اللي احنا سمعناها هنا أنا لا أتتظر حضرتك أنه قلت لي أن المصر القديم هو الذي الأول ما نخترع أنه سنة 12 شهر لما بربط بقى بين ما جاء في القرآن وما فعلوا المصر القديم بلاقي أمر يعني أمر معجز الحقيقة إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلقت سماوات الأرض منها أربع من حروب فالمصر القديم وصل إلى مراد الله عز وجل في الكود قبل أن ينزل الله القرآن الكريم ده المصر القديم وصل إلى مراد الله ليس في التقويم وصل إلى مراد الله في العبادة والتوحي صحيح يعني المصر القديم ده إنسان ملهم يعني الله عز وجل اعتمد ما وضعه المصر القديم من أمور مرتبطة بالتقويم وعدة الشهور وإلى أخيره كأن الله اعتمد ذلك في القرآن الكريم سبحانه وتعالى وده بيدل على أن يضع هذه الآية في القرآن الكريم والمصريين في هذه الفترة في أن يصلوا إلى هذا الأمر في هذه الفترة المبكرة من التاريخ بيدل على مدى السمو الحضاري والفكري لهذا الشعب في هذه الفترة المبكرة من الحياة تتكلم على 42-43 قرن قبل الميلاد أربعة تلاف وشوي لم تكن هناك حضارات مساوية للحضارة المصرية في تلك الأسناء والمصري يعمل 12 شهر يعمل 12 شهر ويكمل ويوصل الى 365 يوم ويجبس السنة بالخمس ايام ويربط حركة ديات بحلها ويربط مسميات الشهور بالمناخ اللي موجود لا لا دي عبقرية لا دي عبقرية ديات هل تستطيع أمة النهار دي أنا ملاحظ مثلا أنه أنا عندي تقويم قبطي وعندي تقويم عبري وعندي تقويم هجري هل حد يقدر يجي النهار ده يخترع تقويم جديد مرتبط بحدث جديد ويعتمل العالم كله خلاص انتهى ده هو دلوقتي قمة العلم دلوقتي اعتمد ما تم وضعه المصر القديم من 4000 و236 سنة يعني من 6000 وشوية العلم الحديث دلوقتي في كل العالم وفي كل الأفلاك وبكل الأبراج وبكل الدنيا بحالها والفنت وسانية اعتمد ما قام به المصر القديم من 6000 و20 سنة احنا عايزين بنشكر دكتور مظهر في الأول عشان ما ننساش فريق العمل اللي صراحة اللي نزل وغمر ونزل الشارع وعمل التقرير الجميل وزعلنا يعني وزعلنا تحرير الدكتور مجد الاشنيني والأستاذ جينا وجي الأستاذ أحمد مساعد المخرج كل فريق العمل بصراحة اللي تعب في وقت قصير جدا انه يعد التقرير بالشكل الجميل ده بنشكرهم جميل وارجع أحمد الحكيم الأستاذ أحمد الحكيم طبعا حبيبي تقول كل الأسماء المسيحية كاملة وتيجي عن ده أحمد تقول أحمد وتسكت يا ابونا فتنة طائفية هو عارف أدي بحبه لو سمحت أحمد الحكيم هو عارف أن أدي بحبه والأستاذ جينا وجيه والأستاذ أهاب العدوي والأستاذ أحمد وتقول لي معرفش الأستاذ أحمد مين طيب هو حسام مين أو حسام عشان تموس لمسيح حسامي تصمم إيه حسام العجمي أكبر بخير طبعا طبعا في الدنيا كلها بنت ربنا يخلي يا رب ويعيش ويشتغلوا ويعيش ويقدموا لنا تقارير جميلة حلوة خالص الأستاذ حسامد الحبيبي طبعا أرجع ثاني لأبونا وأقول له يعني يا أبونا ليه التقويم الإبطي ارتبط بحكاية الشهداء يعني غريبة الحكاية دي خالص يعني الموقف ده ليه وإيه تكريم الشهداء في المسيحية أولا الشهداء طبعا هي يعني أسمى درجات الحب حتى الساد المسيحي يقول أي حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه من أجل أحبه فالشهادة دي أسمى شيء وأسمى درجات الحب فليها مكانة كبيرة عند ربنا وفي كنيسة وفي كل مكان فهو لما حصل عصر الاستشهاد سواء من دقليديانوس أو معاونين يعني كان فيه اتنين من قواده واحد في الغرب واحد في الشرق بيعونوه في الاضطهاد وكانوا أكثر منه ظلما وعذابا يمكن موته أكثر منه يعني ماكسيم يانوس وجاليريوس جاليريوس ده كان حاكم سوريا وكان في الشرق وماكسيم يانوس كان في الغرب وهما الاتنين يعني يعملوا منشورات لإبادة المسيحيين وعملوا خطة كيف ينهو على المسيحيين بأكملهم حروة كنيسهم وموتوهم وسجنوهم وجردوهم من حقوقهم المدنية وحولوا عامة الشعب من أحرار العبيد يعني كل شيء اتعامل وكانوا فاكرينهم كده هيقضوا على المسيحيين لكن بالعكس ده كان الإيمان بيزداد قوة وعمق وحتى داخل السجون كانوا بيسمعوا أصوات تسبيح والصلوات لأنهم رفضوا عبادة الأصنام وبيعبدوا الله الوحيد يعني هو كان قضيتهم فكرة أن المسيحيين مطلوب تحويلهم لكما يعبدوا الأصنام بالضبط كده ومسيحين رفضوا يعني التعوى للوسانية دعوى للوسانية أيه بالضبط كده هم عشان رفضوا ده فكانوا بينتقم منهم فاستحقت هذه التضحيات استحقت بأن تكون هي بداية بالتقويم بالضبط كده وده من بيحصل لبنا حدث يعني الهجرة بالنسبة لنا برضه هو حدث انتقال من مكان إلى آخر انتقال كمان من حالة كان فهل الإسلام مستضعف أو المسلمين مستضعفين ومشتتين وإلى آخر إلى حالة أخرى هم فيها أقوياء وأصحاب دولة إلى أقوياء فكانت تحول تحول كبير جدا فبقى بداية للتقويم الهجري تقويم الإسلامي يعني والله يا أبو والله يا دكتور ده طبعا لأنه هو لو نشوف بداية التقويم الهجري عشان نباين ان الحدث ازاي اختيار الحدث الأعظم عشان يكون هو بداية التقويم نلاقي فكرة التقويم الهجري ان سيدنا أبو موسى العشاعري كان والي على البصرة فسيدنا عمر بن الخطاب بعت له برسالة فقال له في شهر شعبان اعمل كذا وكذا فسيدنا أبو موسى العشاعري رد عليه قال له يا أمير المؤمنين يعني كثيرت اللي لدينا رسالة وتوقل فيها شهر شعبان لا ندري أشعبان هذا أم شعبان الماضي أم شعبان القادر سيدنا عمر بن الخطاب كان عقلية إدارية فزة هو المؤسس الحقيقي أنشاء دواوين وأنشاء بيت المال هو دولة مش ممكن مش ممكن هو عمل الدولة شعبان قصية إدارية فزة سيدنا عمر بن الخطاب فجمع المستشارين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بقين وقال لهم يعني نحن عزين نحمل تقويم للمسلمين علشان خاضر يعني نتجال نقرخ بي كل شيء فكان هناك سلاسة أراء أراءي الأول أن يقرخ بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سنة 571 ميلادين قالوا نحن نقرخ بسنة التي ولد يفعل رسول صلى الله عليه وسلم بعد سنة سنة يعني هو حدث عظيم نعم قال لبعض الآخر قال نقرخ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نشوف السنة اللي بوعي سفيها الرسول صلى الله عليه وسلم ونجعلها هي مبدأ بعد 40 سنة من مورده والفريق السالس قال نقرخ بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها كانت الحدث الأعظم والتي فرقت ما بين الحق والباطل فسيدنا عمر بن الخطاب اختر رأي الثالث ووفقه سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن عبي طالف أصبح ثلاثة من الخلفاء الراشدين الذين آتوا فيما بعد سيدنا عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم مؤيدين سيدنا عمر بن الخطاب فيها سلام فجعل فجعلة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بداية التقييم للهجرة على رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر ربيع لكنهم جعلوا شهر المحرم هو بداية هذا التقييم والشعور العربية وكانت موضوعة وضعت الأول على بداية للتقييم الشمس عشان كده بتلاقي أن المسميات بتاعت الشهور فيها إشكالية يعني بتلاقي شهر الجمادي دي محطوطا لأن الماء كان بيجمد فيها شهر الربيع الأول وربيع الثاني لأنه تسمى فصل الربيع إنما لما السنة جعلت وفقا للتقييم القمر أو وفقا لحرقة القمر فأصبح خلاص ما بعيش الربيع يجي في ربيع ممكن تلاقي ربيع جاي في شهر سبعة فاختالفت المساعد للشهور العربية هو كلاب بن مرة في القرن الخامس الميلادي وهو الجد الخامس في القرن الربيع الميلادي والجد الخامس للرسول صلى الله عليه وسلم فوضعت الشهور الهجرية والسنة الهجرية أصبحت 355 ما سوى وضعها بمسمياتها وكانت تقويم إيه يعني شهر الجمادة وشهر الربيع وشهر كانت موجودة قبل ما تتخذ قبل ما يتخذ تقويم الهجر كانت موجودة لكن لهم لكن مش مرتبطة بسنة هو الربيع ويقول كذا وخلاص هو أحيانا كانت تقويم محلية مختلفة يعني كانت تقويم مختلفة يعني زي ويسموا السنة بالحادث في سنة الفيل اللي ولد في رسال سلم بالحادث الفيل فكانوا يسموا السنوات بالأحداث العظيمة اللي كانت بتتم في هذه في هذه الأحداث وكل كم سنة لم يحصل حاجة يعني بيطقع في نصر 150 سنة فما لم يكن التقويم في تلك الفترة منتظما وبدأ التقويم الهجر وطبعا نازلت الآية الكريمة في الآية 36 في سورة التوبة إن عدة تشهوري عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السنوات والأرض منها أربعة حرم فكان الأربعة الحرم دول موجودين قبل الإسلام اللي هو شهر رجب المنفرد وزول قيدة وزول حجة والمحرم إذا هو رجب موضر آه رجب موضر هو رجب طبعا يعني حاشينه برضو دلالات الأسماء زي ما قلنا في السنة المصرية القديمة والسنة القبطية رجب من رجب الشيء يعظمه وهابه ورمضان من الرمضاء من الحر إنه نسمى في وقت الوجود بتاعه في وقت الحر والمحرم لإنه كان شهر محرم وزول قيدة بيقعدوا فيه عن القتال وزول حجة كان للحج وصفر يقال أصفرت الدار أي خلت من أصحابها لأنهم كانوا يخرجون للحرب وشعبان تشعبت القبائل بعد شهر رجب لإنهما بيخرجوا للإيه برضو للقتال فدي كانت المسامات بدأت الشهر العربية بس نلاحظوا أن رجب لوحده وقترب أشهر تنين مع بعض وليات لأنه كان بيقع فيه موسم الحاج فالعرب قبل الإسلام كان عندهم مشكلية وما بالحرب بالنسبة لهم كان يعني كيف يعني فثلاث شهور كان كتير بالنسبة لهم فحبوا يعملوا الاشكالية اللي احنا مولوا عليها باليان نسي إنه يقول لك ثلاث شهور واربعد زول قعدة وزول حجة والمحرم طيب ما نبدل سفر بالمحرم سنة ونرجحهم مع بعض عشان نطلعوا للحرب على طول تحايلا على شهور الحرم اللي حرم ربنا سبحانه وتعالى فبدأ يغير في هذا الأمر إنه يجيب سفر بدل المحرم يجيب محرم بدل سفر يجيب محرمين وربعض أو يجيب سفرين وربعض بدأ اللعبة ده عشان كده نزلت الآية اللي بعدها اللي هي في الآية 37 في سورة التوبة إنما النسي زيادة في كفر يضلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان في حجة الوداع ووقف خطيما في هذا اليوم المشهور أي عام هذا فقال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم راجب مدر وسماهم وأكدهم علشان خاطر ورجب مدر وراجب مدر عشان الحديد مدرش يبلغ نجيب ده مكان ده نجيب ده مكان ده فكان ربنا سبحانه وتعالى زم هذا النسيء وتامهم بالضلال لأنهم كانوا بيرودون أصلحهم يعني هنا معلومة أنه التقويم الهجري بدأ عام 15 هجري 17 هجري 17 هجري يعني أول مرة يتكتب فيها تاريخ هجري كان مثلا كذا من رجب 17 هجري بدأ في المخاذبات تصدر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه السنة بهذا الشهر لكن إحنا عندنا أقدم وثيقة أقدم وثيقة وأقدم أثر عليه تاريخ الهجري هي قطعة عمنا وموراقب سنة 31 هجري يا سلام يعني ده أقدم أصلا أو موجودة طبعا موجودة في المتاحة العالمية فدي كانت أقدم وثيقة أو أقدم أثر موجود إحنا ما عندنا نشر المكاتبات بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب لكن إحنا عندنا وثيقة قطعة عمنا التي ضربت برعاية سيدنا عصمار بن عفان اللي كان في فترة حكمه سنة 31 هجري فأصبح التقويم الهجري هو التقويم المؤتمر لكن نخلي بالنا من نقطة ظريفة أوي في الهند في ولاية ميسور الهندية أحد الحكام يسمى تيبو سلطان هو حاكم مسلم لولاية ميسور الهندية عمل حاجة ظريفة أوي راح جايب الفكرتين وعملها إمتى في 1200 هجري يعني قرن نهاية 18 بداية 19 الميلادي راح جايب قال لك نجيب الميلاد بتاع رسول الله سلام ونجعله بداية للتقويم الميلادي وسمى تقويم مولودي محمد نسبة إلى ميلاد الرسول الله سلام وبدأ يعد من سنة 500 واحد وإيه وسبعين وانت جاي وخليها تقويم هو كان راجل مولع أوي بحكاية التقويم يعني كان الفلك ده في بعض الحكام كده كان عندهم هوس بعلوم الفلك وحاجات كتيرة يمكن شأنه مش أنه بس ما انتشرش التقويم ده لا طبعا كان تقويمه عمله عنه لكن ما انتشرش التقويم مزاجي هو بنفسه كان بنادي بهذه الفكرة ونجح في أنه ينفذها لأنه هو بيعملها في دولته فمش ملزم للآخرين إنما التقويم الذي اعتمد في كل العالم الإسلامي أنا عايز أسأل لسابونا مرقص بعد إذنك يا دكتور تفضل يعني إزاي انت قضيت يوم الرأس السنة الإبطية يعني وبرضو إيه يعني ادي للمشاهد فكرة هو بيحصل إيه في اليوم ده يعني انتوا في الكنيسة بتعمله إيه والمواطن المسيح في مصر بيحتفل بإزاي برأس السنة الإبطية كما إنه برضو وعزين برضو وكنيسة للدكتور على إزاي برضو اللي بيحصل إيه النهاردة في رأس السنة الهجرية وحكاة زي تفضل يا بم راحنا متعودين كل سنة طبعا نحتفل باليوم ده في الكنيسة بيكون فيه صلوات في البلاية من الليل بقى من الليل من الليل من العاشية بتاعت رأس السنة اللي هي يوم 10 سبتمبر من بالليل كان فيه صلوات وكان فيه عيزة خاصة بالاحتفال بالعيد وازاي نتعلم من الشهداء واحتمالهم وحبهم وازاي إنه دماؤهم هي اللي كانت بدل ما كانت المسيحية هتوباد بالعكس انتشرت أكتر وكأن الدماء دي يعني زرعت يعني بزت روح السباب اه بالضبط كده وزرعت مسيحيين جدد يعني دماؤهم على الأرض يعني لأن الدماء كانت مالية كل الشوارع في كل مكان فبكون فيه عيزة طبعا اعتقد فيه يعني يقال إن فيه موقف إن ديخليديانوس ده ما كان أقصى منه ومش هيكف عن قتل الناس إلا لما الركب الجواد بتاعته لما كانوا بيتهبوا الوصحين في إصنع يعني فعلا كان الدم فعلا كتير في الشوارع الدم للركب الركب ربنا خلى الحصان طبعا مش وصل لريبط الحصان وطبعا مجازا مجازا وبيقولوا إن الحصان بتاعه الزحلة ويقع وركبه فعلا جاد فيها دم يعني فقال لك فاكده طب كانت التهمة كده علنية أنه يعبد وفقا للمسيحية هم بيقولوا تعالى بخر في الخلافة من الطبيعة فبيرفضوا لهم دي أصنام دي حجار أنا ما بعبودش حجار لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يفهم فكانوا يعني لو رفض كانوا بيبتدوا في عذاباته كل النواع العذاب تفنانوا فيها بكل الأشكال هل في إحصائية معنا مثلا قتل أو استشهد كم مسيحي مش بالزبط لكن هي أكتر من مليون واحد مليون دفت وجدة الأذيرة في الوقت ده بقى البدأ يخرج منها للصحراء المسيحين المرسوا عباداتهم عشان كده بالنسبة لنا نحن جانب الأسري ده مهم بقى بدانا ندرس الأذيرة وجانب الأسري اللي فيها طب نمعا تريفون من أستاذ خالد عبد العلمة الليوبية أستاذ خالد تفضل تحياتي أحيي برنامج الطريقان المخيصان الله يكرم الله يكرم وقناتهما وبلدهما الله يكرم أنا بحييكم وبقول لحضراتكم وكل المؤمنين ومسحيين على وقت الأرض بالخير واليوم والبركات يا رب يا رب ونزل توحد الأديان اللي تزمنت وقت واحد ربنا يكرم وناس مخلطة مخلطة زيكم برضو تتتكلم في سؤول الإسلامية والمسيحية حاضر حاضر أستاذ عادر وقصي على أخلاق أخوات المسيحيين اللي بيقابلونها بابتسامة ودي من أخلاق الرسل أخوات المسيحيين اللي بدونها نصيحة ودي من نصيحة ودي من معاملة معاملتهم صحيح فبعد كده يعني قلتك كملتوا الصهرة بقى بأول آه بعد العذاب إحنا متعودين كمان بنعمل في اليوم ده موكب للمتفوقين آه يعني دراسيا آه دي عادة سنوية بنعملها آه بنجيب كل المتفوقين في كل مراحل الدراسة تعليم وبيدخلوا بموكب كده ظريف ولابسين شارات جميلة وبزفة حلوة يعني والكنيسة بتدم لهم هدايا رمزية ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بتوزعوا بلح وجوافة في اليوم ده؟ لازم ويبقى احكاية البلح وجوافة دي بقى بتوزعوا في الكنيز بقى هو اولا البلح وجوافة هي فكهة الموسم طبعا تكون موجودة لكن لقينا ان فيها شوية رموز جميلة للإستشهاد والنروز اللون الاحمر بتاع البلح الداخل من جوه ابيض سواء في البلح او الجوافة البزرة قوية وصلبة الطعم الحلو والاجيز كل دي طبعا اللون الاحمر بيرمز لدم الشهداء اللون الابيض بيرمز للقلب الابيض والبزرة الناشفة بترمز لصلابة الإيمان وقوة الإيمان والطعم الحلو اكيد ده حلاوة الاستشهاد والإيمان يعني فعشان كده ارتبطت بعيدة النروز ان احنا لازم نوزع الناس برحمة جوافة احنا نشكركم شكرا جزيلا على هذه المعلومات وكان نبوض حضراتكم في هذا اليوم مهم جدا وزيما اجتمع العيد الهجري مع العيد القبطي اجتمع الدكتور عاطف مع جناب قصة بونا مرقص وفي برنامج الصديقان اللي بيرمز برضو الى الوحدة الوطنية بشكل او باخر وان شاء الله نكون مع بعض دايما في مناسبات سعيدة اخرى ان شاء الله ان شاء الله شكرا لحضراتكم انا شكرا سيدا مشاهد رمضان عامل كريد اصار جامعة الفيوم شكرا جزيلا جناب القصة ابونا مرقص يوقيم كاهن كنيستي سيد العزراء وكيل مطرنية السادس من اكتوبر الاخباط الارثوزوكس شكرا جزيلا نورتونا نصعد بحضراتكم طبعا بالبرنامج الجميل وربنا اويكو يعني علشان نقدر ندوب اي حاجة بين الناس ويبقى فيه كده يعني محبة ولحمة مفيش اكتر من ان العيدين جوم في يوم واحد يعني ان شايف يشوف بقى احط يعني يا مصر طول عمرها فند من المصريين ما عندي ناشي مصر طول عمرها نسيج واحد وكهين واحد ما عندي ناشي الكلام ده الكلام ده دخيل على مصر ووحدة المصر القديم ضاربة في القدم والارث الحضاري والشخصية المصرية والمكون لشخصية المصرية وكل مسلم فيه اصل قبطي يعني كل مسلم فيه اصل قبطي المعنى الاصلي له هي مصري اه فهناك قبطي مسلم اناكسد القبطي بمعناها الآخر يعني قبطي مسيحي وقبطي مسلم فقلمة قبطي اصلا هي تعني مصري صحيح بس يا بنا وص على يا بنا اسنسل شغية عشان بيشد على اجابة البرنامج حبيب الشيخ مصر بجابين لك احلى كاهن واصل كاهن يعني طبعا انا شيخ واقع بين اتنين قصة وصول يعني اعمل ايه هكذا لا مو برضو جايبين له احلى شيخ احلى يعني برضو يعني انا كنت عندكم مبارح في المطرانية وبحييكم اه كنت فيها مبارح كان فيه كتب كتاب بيسموه عندوكو الكليل لصديق لينا ماركو الاستاذ حاربي جورجي والده زوجته مورة احنا بنسمى نورة انتو بتسموا مورة اه فننول ميم حتى يعني زي بعض يعني اه فحضرت في الحقيقة شفت نظام في التنظيم حاجة روعة جدا في التنظيم وهو جمهور مثقف جدا وجناب القص ابونا اوستينوس اوستينوس كان موجود ورحب بينا وقال لنا حالة ساعة وما سابناش برضو غير لموصلنا لحد البيئة يعني الكرم المعروف الكرم بالعكس كرم الضيافة المعروف من اخواتنا المسيحين اللي انا بشوفه في كل حتة بروح فيها فانا سعيد بال المرة الجاية يا ابونا مرس بقى هامل لك بقى عشا بقى انت سبقتني يا ابونا بقى بس بس انا ما شفتش ولا بلح ولا شفت اه او مش عارف ازي عددت عدرتك بس تعالى في يوم ما يكونش فيها كليل والحاجة فوقت فاضي كده اوراي اوراي انا وابونا اسناشيس ودكتور عاطف اه هنتغدى عندك اوراي شاء الله يعني ممكن من الوقت يتقول لي واحنا اذا هنحد اليوم بعد الهواء عشان الجمهور ما يجيش اه اه اهلا بيكو احنا من زمان على الفكرة بنعمل اه بنعمل في رمضان اه لا رمضان بعيد لا لا رمضان بعيد يا ابونا لا نقصد كنا يعني كان عدد اه لا قل عن خمسمائة واحد كانوا بي اه بيجوا يشرفون اه نتجمع اورايب ان شاء الله عندكم في اكتوبر باذن الله دكتور عاطف معزوم من عقدة دكتور عاطف على عزيز ابونا ده شرف لنا يا ابونا طبعا مفرين العمل جهز بقنا ملمو اهاب العدو هيعمل ايه بعد الفاصل الاستاذ باسيوني والاستاذ جرجس المرنم والمنشد بعد الفاصل ان شاء الله